انتو عارفين زي كده كان ما يجي يقولك ده سؤال قديم في زمن جديد لما مجلس الامن ما بيتحركش غير للقضايا اللي على الهواء يعني مجلس الامن في احوال يستطيع ايجاد قليات لتنفيذ قراراته انقراض وفي احوال تانية لك ما عنديش قلية للتنفيذ هعمل ايه خصوصا لما بيبقى الموضوع متعلق بالمنطقة بتاعتنا بالشلق الاوسط وتحديدا لما يتعلق الموضوع بالكهين الصهيوني خد بالك انه مجلس الامن او الناتو او ما يطلق عليه الشرعية الدولية او ما نحب ان نصطلح عليه استلاحا منذ التأسيس الا وهواء من عصبة الامم لمنظمة الامم المتحدة الى اخير لو الموضوع يلاقي او يلتقي بالمصالح بتاعة الدول الكبرى بياخدوا القرار لو الموضوع بعيد عن مصالحهم القرار بقى تلاقي مجمد القرار تلاقي علي فيتو القرار تلاقي دايما مزيل او مصحوب بمزدوجين ثقيلين او قصين اكثر ثقلا يقول لك لا توجد آلية للتنفيذ هتيجي تشوف بقى كل قرارات مجلس الامن كل قرارات مجلس الامن لحد النهاردة ومن بداية للأسف الشديد اشتعال هذا الصراع من قبل 48 خد بالك بقى كل ما يتعلق بفلسطين لا مولايكا مخلقتين فيش حاجة كناك مراقشة بارحة ظن كنا بنتكلم على مسألة طب وليه طول ما يا جماعة اللي معا فلوس بيحكم الاقتصاد والمنظومات المصرفية بتاعة العالم في ادين دول فهم يقدروا يعقبوا اللي يعقبوه الاعلام والصحافة الكبيرة في العالم في ادين دول فيغتالوا معنويا ويشوهوا من يريدون ده الواقع يعني لو ريشي سوناك كمل سنة زيادة بالنسبة للكيان الصهيوني واللوبيهات بتاعته هيبقى تخطى لحد المسموح فيلاقي مصيره قد بالك انه استكرتل عام قوم متحدة انتوني جوترش لما تكلم وقال ما يرضي ضميره اتمارس عليه شتى انواع واعنف انواع اللي اغتيال المعنوي ريشي سوناك لو كمل سنة كمان انا استغرب جدا الموقف الالماني جدا فيه ناس تجي تقولك لا ما هو هناك مبرر هقولك اه المبرر هو انه هو مش هيقدر يتكلم طول موضوع متعلق باسرائيل واليهود واصل الالمان من وقت ما كان فيه الحكم النازي وابقى الى ذلك فكأنهم يستشعرون جرحا او بطحة على الرأس فطول الوقت ملناش دعوة بل بالعكس ده انه لازم اقدم بدل الخطوة خطوتين وثلاثة وعشرة على البغي تدور الدوائر والكلب ميكيالين لا يستقيم طول الوقت لانه بيجي في وقت تاني الاخر بيبدأ يبقى اقوى ويكلب ميكياله هو ادللك على ده اضطهد يهود العالم لقرون في اوروبا تحديدا مش عندنا خالص اول ما تمكنوا بعد اختراعهم للانظمة المصرفية وبعد تمكنهم من حركة التجارة الدولية واصبح في ايديهم مفاصل الاقتصاد العالم ايه اللي حصل اصبحوا هم بيطهدوا العالم عجلة التاريخ كده للأسف اللي بيعاني من اضطهاد يصل الى هذه الدرجة بيبدأ يمارس نفس العملية وبعصى اكثر غلظة اول ما يتمكن طيب اياكم ثم اياكم ثم اياكم من الاستمرار في المغالاة في استخدام الغلظة مع الفلسطينيين والعرب بشكل عام عشان هيجي وقت واتليقهم بيردوا الصعص عام صبرا بالش نقطة المغالاة بيبدأ اعطى لأسف Woods المترجم للقناة